سهلا خير وأهلا وسهلا بحضراتكم والله أنا متفائل يعني على الرغم من أنه أداة الأهلي مش مطمئن بشكل كبير للفترة الأخيرة مطشاط بنلعبها بأداء مهزوز بنكسب فيها آه بنحقق الهدف منها آه مطشاط تانية بنلعبها كواس جدا ويعني ربنا ما بيكرمناش أو ما بيوفقناش فيها لكن المباراة دي على الرغم زي ما قلت لحضراتكم أنها بالورقة والألم بالحسابات مقلقة جدا ومصيرية جدا وعلى أساس نتيجتها هيتحدد بقيت مشوارنا في بطولة أفريقيا بس أنا إن شاء الله متفائل جدا وواثق أنه إحنا كمصيرين عموما يعني مش بيكلم بس على الأهلي مش بيكلم على الفترة النادي الأهلي حيما مصيرين لما بيبقى ظهرين رحيطة وفي ما فيش مفر خلاص تقتنا وإبداعنا وقدراتنا بتبان وأنا بيتهالي أنه رجالة الأهلي مقدارين قد إيه المطش ده مهم واللي مطمئني كمان شويتين زيادة أنه مباراة المباراة الجولة الأولى في القاهرة هنا الأهلي قدر يفرد سيطرته بشكل كامل الفوارق بين الفرقتين كانت واضحة بشكل كبير جدا كان بس فيه عدم توفيق لكن إن شاء الله بإذن الله ربنا وفقنا لأن إحنا تعبنا وخدوا بالحضراتكم رجالة الأهلي بازلة مجهود كان اللاف عنهم يعني يمكن كتير من الناس وهي بتطلب بالفوز المستمر وبتحقي كل بطولات آه هي صقافة النادي الأهلي ومطلوب من النادي الأهلي وده دور العيب اللي بيلبس تيشرت النادي الأهلي لكن الحقيقة رجالة بازلة جهد فوق الطبيعي الصفر والعودة وإنك تلعب كاس علام أندية مباراة من العرار التقيل وترجع تلعب أفريقيا وتكمل دوري وإنت أورادي مخلص السيزن أنت الفرقة الوحيدة المخلصة أو متأخرة بشكل كبير جدا في تفنيش السيزن الأخير وبالتالي أنت عندك تقريبا موسمين داخلين في بعض فكان الله فعون للرجالة بس إن شاء الله قده دود بشرفنا النهاردة واحد من نجوم النادي الأهلي تقلقه بتيشرت الأهلي كابتن عفروتو هنتكلم معه وندردش ونشوف كده رأيه في مطش فيتا كلاب شايفه قريب من نادي الأهلي ولا شايفه بعيد إيه هو التشكيل الأمثل إيه الظروف اللي بتحيد بالمباراة أراحب بك في البداية طبعا كابتن عفروتو منورنا ومشرفنا وأنا سعيد إلا مع حضرتك أستاذ أحمد وشرف لي إلا أنا بقى مع حضرتك الله يخليك شرف لينا خليه بس في البداية أكلمك على مطش الإسماعيلي ومطش فيتا الأخرانيين شفتهم إزاي مطش كنت بقول في بداية الحلقة مطش عملنا فيه كل حاجة في الكورة لكن يعني ربنا ما كرمناش في النتيجة طلعنا 2-2 رغم أننا نستحق نكسب بسكور كبير جد والمطش التاني ما قدمناش أداء يعني بتاع الأهلي ما قدمناش الأداء المقنع لكن قدرت تحسن من بباراة بنتيجة 2-0 شايف المفارقة دي إزاي والله أبتدي مع حضرتك من المطش بتاع فيتا يعني سوق حظ يعني عدم توفيق ما كانش محلفنا ولكن لو هنتكلم على العموم إحنا كنا ممكن نطلع 4-5-0 على أقل ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعلا نقدر نعود إن شاء الله يوم الثلاث بإذن الله وإحنا واسكين في اللعيبة واسكين في الإدارة إن شاء الله والجاز الفني فإن شاء الله نقدر بإذن الله نكسب ونرجع إن شاء الله بنتصر من هناك المبارات الإسماعيلي يعني ده طبيعي للنادي الأهلي الحمد لله اللي هو كان مركز إزاي يطلع اللي هو كسبان من المباراة فكان أكد ده ومستر مسيماني كان موصل للعيبة إحنا عايزين بقى أقل مجهود نكسب مش عايزين إحنا عشان عندنا مهمة تانية صعبة أوي وخصوصا أنت لما بتسافر يا أستاذ أحمد أفريقيا بيبقى فيه معاناة كبيرة أوي بره محدش بيبقى حاسس بيها ورق كواليس درجة الحرارة الفنادق اللي بتقعد فيها الضغط النفس اللي اللعبة بتبقى فيه فالموضوع بيبقى صعب مزايما الناس متخيلة صحيح فأنا شايف اللعبة بجد قد ترخرها اللعبة أنا قلت أكتر من مرة طلعت في كذا برنامج يعني مش عشان أنا في قناة النادي الأهلي لأ طلعت أكتر من مرة قلت لأ اللعبة حرام يعني بجد إحنا بشر اللعبة عندها طاقة رهيبة ولكن يعني غصبا عنهم أنت بتلحم أستاذ أحمد موسم في موسم في أفريقيا في كاس مصر في الدور العام فالموضوع بيبقى صعب أوي فقطر خيرهم يعني إحنا مش هنقصوا عليهم أكتر من كده فأكيد إحنا مستنين فترة قريبة إن شاء الله اللي يحصل فيها توقف نقدر نريح اللعبة الأساسية بتاعتنا القوام الأساسي بحيث اللي إحنا نقدر إن شاء الله ننافذ إن شاء الله في الأدوار اللي هي النهائية في أفريقيا بإذن الله إذا أنت عندك الدوليين كمان راحين مع أسخة المنتخب آخر الشهر يعني يعني ياخدوا نفسهم حتى أول موضوع صعب أوي بصراحة يعني أنا زي ما قلت الحضر بيجي بيجي على اللعيب الكرة وقت بيحس إنه هو مستنزف يعني مستهلك ما عندوش طاقة ما عندوش دافع يطلع إزاي من الحالة دي كابتن عفرط يطلع بقى بالحالة اللي إحنا أصلحنا مش هينفع ناخد ده توقف خالص يعني النادي الأهلي هو السيمة بتاعته رئيسية إنت عارف أقول لك كان واحد من نلعب مثلا إيه كرة يقول لك اللعيب ده جعان كرة صح فهم قصدي ينزل بيبقى هو نزل ملعب في قمة ساعته وعايز ياخد الكرة ويلعب بيها لوحده يعني مش عايز عايبه وعايز صلع كل اللي عنده صح مع الوقت لما بيبقى فيه بطولات كتير ومشاركات كتير مش عايز أقول حماس بيقلي لأنه طول عمر الأهلي معروف بالروح يعني أنت وإنت لابس تيشرت النادي الأهلي بتطلع أكتر من اللي عندك لكن في النهاية برضو طاقتك بتستنزف مجهودك بدنيا عصبيا نفسيا إزاي ترجع بقى وإزاي تشحن البطاريات زي بيقولوا مرة تانية لو إحنا نتكلم على النادي الأهلي لازم أن اللعيبة مش هينفع نريح ده رقم واحد لأن إنت بتشارك في بطولات الدوري كاس السوبر أفريقيا فأنت مطالب المنتخب عندك اللعيبة الأساسية هتروح المنتخب فعلينا اللي إحنا نقدر إن شاء الله نشتغل على الموضوع اللي استشفى إن شاء الله اللي هم اللعيبة بتاعتنا الأساسية القوام الأساسي على الأقل فيه تمرينات ما يشاركش فيها يستسنيهم مستر ميسوماني يركز في الموضوع اللي استشفى معاهم بحيث اللي إحنا نقدر نستعيد القوة اللي هي 100% لكل لاعب منهم لأن إحنا بشر غصبا عننا ألحم موسم في موسم ضغط نفسي ضغط عصبي مطالب اللي أنا رقم واحد في أفريقيا مطالب اللي أنا أخذ أي بطولة بنافس فيها فده الواحده أصلا الضغط العصبي أستاذ أحمد طبعا بيأثر بيأثر علي بشكل كبير جدا وخصوصا أني أنا هترجع من مباراة فيتا عندك لسه مباراة تانية في الدوري بعد كده أفريقيا بعد كده عندك الكاز بعد كده عندك منتخب بعد كده فالموضوع بيبقى صعب فأكيد إن شاء الله اللي إحنا عايزين ناخد الخطوة الجاية دية اللي هي اللعبة بإذن الله ترجع بانتصار إيجابي إن شاء الله إن شاء الله تفرق معنا كتير قوي آه طبعا يعني هتفرق معك كتير قوي أنك أنت ترجع برضو يعني هم كنت بتكلم على الحسابات المطش اللي جاي ده بستة نقاط تمام تلاتة بتوعك إن شاء الله لو كسبتهم بإذن الله وبتحرم المنافس المباشر أنت عندك سينبا فرق عنك دلوقتي بستة نقاط صح حتى لو كسبت المطش اللي جاي هتبقى وهو كسب المطش بتاعه ويبقى فرق بينك وبينه تلات نقاط فسينبا واخد حظ كبير أو نصيب كبير من فرصة في التأهل بالبطاعة الأولى فبالتالي المنافسة المباشرة أهلي وفيتا صح فلو كسبت أنت أنت خدت ثلاثة بنت قربوك وبعدوا المنافس المباشر بالنسبة لك عن الفرص التأهل على النادي الأهلي ده رقم واحد ولكن احنا عشان مطالبين اللي احنا رقم واحد في أفريقيا زي ما قلت لحضرتك مطالبين اللي احنا نكسب يعني احنا لقدر الله لو حصل عكس كده إن شاء الله نطلع بنتيجة إيجابية هناك لو اتعدلنا مفيش مشكلة برضو لسه عندنا مطشين إن شاء الله نقدر فيهم اللي احنا بإذن الله ناخد ستة بنت وانت عندنا أربعة بنت ويتاخد بنت من هناك أنا بقولك فأسوأ الظروف يعني لقدر الله فلأ الموضوع حتى لقدر الله لو سنة تاني مفيش مشكلة ما الموقف في النسخة لنسخة التسعة النجمة التسعة اللي حققها النادي الأهلي موقفنا برضو في دوري المجموعات كنت مستاني لغاية آخر آخر لحظة عشان للموقف اللي احنا فيه فما فيش خوف في الحتة دي ودايما النادي الأهلي أحلى حاجة في النادي الأهلي والفرقة بتاعت النادي الأهلي اللي هم بيركزوا مع كل مباراة مش بيركزوا اللي احنا لا احنا في المجموعة لازم أن نطلع الأول لا هم بياخدوا كل مباراة لوحدها فده اللي عجبني في النادي الأهلي بصراحة عديت بمطشات صعبة عديت بمواقف شبه الموقف ده آآ آآ عدينا بمواقف كتير تفتكر ايه منهم؟ يعني افتكر ايه المطش اللي كانت حساباته مع قادة او كنتوا دايما شايلين همه والجماهير شايلة همه قوي وتعاملتوا معه ازاي ما كنتش كنت المفروضة تعيد افريقيا ولكن كنت متابع بشكل على طول في المعسكرات مع اللعابة كان برضوك حاجة شبه كده والحمد لله قادرنا اللي احنا برضوك نرجع كان فاضلنا مطشين في المجموعة وقدرنا اللي احنا نكسبهم المطش كان على أرضنا ومطش كان برا وقدرنا اللي احنا نطلع الحمد لله كان عندنا تقريبا مش فاكر مش متذكر او كان بنت ولكن قادرنا بحاجة زي كده قادرنا اللي احنا نعدي أنا قلت في بداية الحلقة إحنا كل ملعب أفريقيا بتشهد علينا يعني في مطشاط كتيرة جدا كان كل الخبراء والمحللين يقولك فرصة الأهل صعبة ضعيفة وبكلمك في مطشاط مع أكبر قندية أفريقيا صفاقسي ترجي وداد هلال يعني كل الفرقة دي على ملعبها وحوش إحنا عارفين يعني إيه تلعب ترجي في تونس ولا تلعب صفاقسي ولا تلعب الوداد ولا تلعب سانداونز ولا تلعب الهلال السوداني على أرضها وسط جمهورها وروحنا والحمد لله يعني قدمنا عروض محترمة جدا ومع كما الاحترام لفيتا كلوب هو يعني فرقة محترمة وكل حاجة بس لا تقارن بالفرقة بقول أسماء اللي أنا بقولها دي طبعا يا أستاذ أحمد ونيئيس على كده يعني مع احترام الفرقات الفردية صعبة قوي يعني إحنا عندنا اللعبة بتاعتنا أقوى بكتير بس هو التوفيق ما كانش محلفنا اليوم دو إن شاء الله يبقى معنا فإن شاء الله يبقى معنا الملعب الآن منه أنك أنت تنقل على أنجيل صنوعي بالنسبة لعيب الكرة دي نقلة مش لطيفة طبعا لا طبعا بس عندنا زي ما قلت لحضرتك برضو الملعب الأرضية تبقى نشفة الكرة تجري كتير قوي ولكن إحنا عندنا لعيبة مهرية بتقدر تقف على الكرة بتقدر تتحكم على الكرة فده إن شاء الله يبقى في صالحنا أنا لعبنا على الملعب ده قبل كده بس إلى حد ما بتبقى برضو لما بتاخد حساسية النجيل الطبيعي وتلق كل مطشطك على أنجيل طبيعي وتروح تلعب على ملعب ترتين موضوع صعب بتبقى صعبة في الباس وصعبة في الجارية وصعبة في كل حاجة الحقيقة بس إن شاء الله يا أستاذ أحمد زي ما قلت لحضرتك أنا بكلمك عن واحد لعيب كرة يعني طبعا أكير أنا بكلم اللي إحنا عندنا لأ أقفشا يقدر يقف على الكرة عندنا حسين إن شاء الله عندنا طاهر عندنا لعبة مميزة تعرفتها هتحطي لي التشكيل النهاردة هتحطي لي التشكيل وتحطي لي طريقة اللعب الأنسب من وجهة نظرك بس خلينا أسألك على الغيابات الأول يعني عندنا اتنين كانوا مؤثرين جدا مع النادي الأهلي في الفترات الأخيرة وكان ليهم بصمة مهمة في تحقيق السلسية وغيبوا بقى لهم فترة عن النادي الأهلي علي معلول وليد سليمان الاتنين كانوا من أكتر العناصر المهمة الحقيقة في تشكيلة الأهلي حتى وليد لما كان بينزل كبديل دايما كان بيبقى يعني بيسيب بصمة يعني مش بديل بينزل ويكمل التسعين ديالة لا بينزل بيكون ليه دور بيحس فيه نقلة حتى لو ما أحرص أو مسجلش بنفسه بس بتحس فيه نقلة في مستوى الفرقة فكان الحقيقة لعيب أحواري وعلي طبعا يعني لعيب الحقيقة من مفاتيح اللعبة في النادي الأهلي غيابهم تعتقد يكون مؤثر بشكل كبير في المطش اللي جاي؟ أكيد يعني أكيد أنت بتتكلم على اتنين الاتنين يعني عندك كابتن وليد بسم الله ما شاء الله يعني الراجل بيقوم بأدوار داخل الملعب وخارج الملعب برك كواليس يعني بيقدر اللي هو ينقل خبرته كلها للعيبة والظروف اللي زي دي هو مر بيها فكان هيفرق معانا في الوقت ده بالتحديد لأنه هو كابتن من كبتن الفرقة وكان هيقدر يوصل للعيبة داخل الملعب هيقدر يقول لهم يعملوا إيه بشكل واضح إيه اللي احنا نقدر يعني هو يعني كابتن وليد بيبقى في الملعب أكنه مدير فني كل اللعبة وانت مغمى كده واستاذ أحمد لما كابتن وليد يقول لك أقف على الكرة في التوقيت ده بالتحديد هتيعرف تقف على الكرة لا عايزين نسرع الرتم بتاع المباراة كل الأمور دي بتحصل والناس والجماهير بتتفرج ما حدش بيبقى واخد باله من الدور بتاع الكابتن اللي هو بتاع الفرقة زي كابتن وليد عندك كعلي معلول نعم مش بس هنفتقده كلاعب لكن هنفتقده كليدر كمان أو كقائد الفريق وعندنا طبعا علي معلول بجد يعني فرق معانا بشكل كبير جدا لإني أنت علي يعني ما اعتبرش باكلفت علي أنت مرة تلاقيه هوف ليفتي ممكن تلاقيه بلي مكر بسم الله ما شاء الله عليه ففرق معانا كتير وهداف وبيقدر اللي هو من الدربات السابتة يعني لو المطش معاقرة بتقدر بدربة سابتة تقدر تخلص المباراة من علي معلول فهيفرق معانا بشكل كبير ولكن عندنا لعبة من شاء الله اللي احنا واسكين فيها بإذن الله اللي هي تقدر بإذن الله تكمل الدور بتاع علي معلول وكابتن وليد سليمان إن شاء الله أفكركم بفكر جماهي نادي الأهلي أي أسئلة تحبوا توجهوها لكابتن عفروتو في انتظار أسئلتكم على السوشيال ميديا ونسمع من كابتن عفروتو بقى تشكيل أمثل لمواجهة بيتا كلوب طبعا البوست ده أي رسالة تحبوا تبعتوها أي سؤال تحبوا تبعتوه تبعتوه على البوست ده على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حط لنا التشكيل بقى كابتن عفروتو تبتدي بمين والله يعني أكيد إحنا ما عندناش باكلفتة هبتدي طبعا أكيد الشناوي أيمن أشرف أيمن في الشمال ياسر إبراهيم عشان رجله في الملعب طبعا ياسر وبدر طبعا طبعا بدر ياه السلطان طبعا لازمان ده أساسي ده صفقة لا مشاء الله عليه يعني صفقة بجد يعني صفقة تقدر تقول عليها أستاذ أحمد على الفكرة بدر تكلموا عليه كتير جدا وكتير من الناس شككت فيه قبل قبل ما ييجي النادي لأهلي لا خالص يعني ونسألت لك أنه مبلغ مبلغ فيه قوي على مدافع لا لا ده علي بدري ستيل أكتر من كده بجد بمراحل لعب كرة ولعب واسك من نفسه ومن قدراته لما بتيجي كرة خطر على الأهلي تحس اللي هو لا الرجل حتى لما بيجي يخش على المنافس بيخش بعقله لا أنا بتبسط بيه بحب المدافع اللي هو لعب كرة بصراحة بيتطمينك بيتطمينك بحس اللي فيه واحد بيبتدي هجمة من وراء بنيقدر اللي إحنا مش مستعجل مش مستربع مش مخلل الفرقة بتاعته في ضغط لا بالعكس أنا واحد من من على الناس بتمتع بلعبه وبالثقة اللي هو فيها طب عظيم جنب بدري يلعب مين؟ هاني طبعا إن شاء الله بإذن الله أطمن حضراتكم على هاني مرة تانية إن شاء الله إصابته خفيفة وإنت ابنعه من المشاركة إن شاء الله في المباراة وشايف اللي إحنا إن شاء الله بتلعب في النص بإيه؟ هلعب بتلاتة بتلاتة أه هلعب بتلاتة أشوف الدنيا هتمشي معي إزاي بس أول الشوت دوت والشوت التاني هقدر بقى بإذن الله اللي أنا التلاتة مين؟ ديانجو والسولية وحمدي أدوار تميل أكتر لأدوار دفاعية أم لا؟ لا يعني أنا أحطي السولية اللي هو الارتكاز الصريح اللي هو قدامهم بحيث اللي هو قدر يمسي الكرة وأخلي حمدي يمين ناحية الشمال مع أيمن أشرف لأن حمدي عنده الحتة الدفاعية دي قوية وعندهم هو رقم سبعة برضو كمفتاح من مفاتيح اللعب بتاعتهم كان بيعرف فيه مسي الكرة هنا في الكهيرة لاحيصت أنا والهدف بتاعهم تقريبا هو أيوة وديانجو يميل مع هاني اه وديانجو يميل مع هاني ويقدر يعني حمدي عنده الحتة اللي هو يقدر يروح ويكمل ويرجع يعني وديانجو نفس الشيء تماما فدي ما فيش خوف عليها والسولية يبقى في النص وقدام والله أنا قدام يعني أنا شايف صلاح محسن ناحية الشمال صلاح ناحية الشمال وحسن ناحية اليمين تبتدي بحسن الشحل اه هبتدي بحسن هتقعد أجي لا أنا أجيه هلعبه فرود هتلعبه رأس حرب صريح هلعبه فرود أنا مش أخليه يلعب على الأطراف وقفشا يبتدي على الدك اه وقفشا ريحه بحيث للشوت التاني بإذن الله أقدر أنزل بقى يوم عندي الدكة تقيلة برا أستاذ أحمد أنا مركز اللي أنا عايز أكسب المباراة فهقدر إن شاء الله حافظ الشوت الأولاني قدرت أسجل خير وبركة ما قدرتش خلاص الشوت التاني عندي ناس أقدر في الناحية الهجومية أقدر عندي طاهر عندي أفشا عندي مرغان فهقدر إن شاء الله لنا الشوت التاني أقدر أنزل عناصر تفرق معايا في الشكل الهجوم اللي قدرته من وجهة نظرك الأهلي هجوميا كان بيعاني في الفترة الأخيرة يعني من كاس العالم تقريبا نحن روحنا كاس العالم سجلنا هدف مرمى الدحيل ما سجلناش في البايرن وبالمرس ضرب الجزاء المريخ يعني نوعا ما كانت بداية مشوار وتفقنا 3-0 سيمبا مباراة للنسيان في الدوري الأهلي برضو مقدمش العروض القوية فهوات كتيرة جدا بيبقى عندك القدرة أنك تستحوز بس تحس إنه الفرقة مش هي الفرقة لسه هل نقدر نقول إنه ده مرتبط بوجود مستر موسيماني مرتبط بتلاحم المواسم كترة البطولات الإصابات يعني أسبابه إيه؟ عدم إنه يبقى فيه سبات فيه المستوى اللي بتقدمه الفرقة من وجهة نظرك بصرف النظر حتى عن النتائج يعني مش بتكلم هنا على النتائج بتكسب ولا بتخسر بس بتكلم على مستوى الفرقة نفسها أنا يعني أنا حط نفسي مكانه يعني أنا أكني المدير الفني دلوقتي مكان موسيماني أنا فيه لعيبة في الدوري هريحها يعني أنا لسه الدوري عندي طويل أوي يعني واحد زي أفشة لازم أنا رياحه الراجل قطر أنا بتحقي ناصر كمان وعندي ناصر آه عندي ناصر مهر هيفرق معنا كتير ويفرق مع ناصر ويفرق مع أفشة آه طبعا طبعا لأن أفشة قطر خيره يعني أنت لو هنتكلم من الموسم اللي فات لحد الوقت اللي إحنا فيها وستاذ أحمد لا الراجل بلعب المتشطة أساسي على طول فهوظ بن عنه أنا ما فيش اللي هو اللي أنا عندي اللي استمتاع اللي أنا قادر أطلع الطاقة بتاعتي آه مية في المية عندي إحسين الشحات برضو كالراجل عمل شغل بدن كتير أول فترة اللي فاتت عندنا عناصر نقدر ندخلها ونريح القوام الأساسي بتاعنا بس الحاجات دي هتبقى في الدوري لأن الدوري كده كده وستاذ أحمد إن شاء الله إن شاء الله بإذنك يا رب يعني دوري السندي صعب على فروض؟ صعب طبعا صعب بس برضوك حتى لقدر الله لو إحنا أهلاوية ما خدناش لقدر الله الدوري وده صعب يعني اللي إحنا ما ناخدوهش مش برضوك مش فارق معنا قدي مفارق معنا الطموح اللي إحنا روحنا كاس العالم للأندية وخدنا تالت عالم فإحنا طماعين وعايزين نوصل تاني يعني في الشارع الأهلاوي تقول للناس دوري أفريقيا وكاس عالم الدوري مش مهم يعني مش اللي هو ولسه كمان الدوري طويل أول أستاذ أحمد يعني والأهلي بسم الله ما شاء الله بيعرف يكسب المبريات فعندي لعيبة أقدر إلا أنا رايحها وأدخل عناصر جديدة والله إستقافة اللي أنت بتتكلم فيها دي يعني بنشوفها كتير أوي بتحصل في أوروبا ومع عنديها كبيرة يعني ممكن تلاقي سيزن مثلا المان سيتي رامي توبت الدوري ومركز أوي في دوري أبطال أوروبا صح أو مثلا السنة ليفربول 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 الستو نادي خلاص ود guest دوري فيعني تحس مركز في دور الأبطال مركز أكتر في دور الأبطال بس أنت جماهيرك ما بتسمحش بدا إحنا جماهيرنا ما بتسمحش لده بس في حاجات استثنائية يعني خلاص إحنا مركزين في دورة أبطال أفريقيا فمش مهم الدورة العام بتاعنا يعني خلاص إحنا خدناه كتير ومن الصعب اللي أنت ما تاخدش الدور كمان بس انت عارف يعني ايه ضغط الجماهير بالذات في فريق زي النادي الاهلي تمام يعني يمكن انت بتكلم على جمهور كبير ضخم يعني حتى اكبر اندية اوروبا ما عنداش الجمهور العظيم ده صح وجمهور بيتنفس اهلي يعني هو بيصحى بيعيش بيتكلم بيفكر في الاهلي صح ده في وقت ملاوات بيبقى على العيبة يعني انا في وقت ملاوات والتعارف النهاردة عشان كمان الجمهور مش بيبقى موجود في المدرج فبيطلع الجواه كله على سوشال ميدز فوقات كتير جدا بحس انه العيبة بتتحط تحت ضغط عنيف ضغط رهيب ممكن ممكن اعتقد يعني يكون مأثر سلبا على مستواه انا مش هتكلم على اسماء بس يعني انا بتكلم على 3 اربعة العيبة في النادي الاهلي يمكن حصل تزبزه في مستواهاتهم او مستواهاتهم تراجع بشكل كبير جدا بحس انه ضغط الجماهير كان جزء او سبب رئيسي في ده اكيد واستاذ احمد اكيد ولكن برضو انا كلاعب بلعب في النادي الاهلي اكيد انا مطالب اللي انا كل بطولة اخش اشارك فيها لازم ان اخدها فبالتالي لازم ان يبقى علي ضغط جماهيري فلازم ان انا اسمح بدوت امتى اطلع ارد للناس وامتى اطلع اتكلم وامتى اللي انا مشغلش دماغي بالناس ادي مشغل نفسي بالواقعية اللي انا فيها لان الناس ديت هي اول ناس بتوقعية هي اصلا من البداية واقفة في ضغرك انت هي مش بتهجمك يعني اللاعب اللي هو فاكر اللي الجماهير بتهجمه لا هي مش بتهجمك بالعكس هي عايزك تطلع الطاقة بتاعتك 100% عايزك كل موتش تجيب جون مش هتقبل غير انك تبقى في احسن فورمة مش هتقبل انك ما تكسبش مش هتقبل انك تتعادل فما تاخدش الطاقة السلبية بتاعت الناس على اساس اللي هي بيقطعوا فيك او مش عايزينك تبقى بشكل كويس لا بالعكس انت اخدها دي في صفك انت تديك طاقة ايجابية لك انت يعني لا ده الجماهير بتحفزني انا اخدها بالشكل دوت وانت الجماهير بتاعتك ما بتقبلش غير انك تاخد بطولة فاكيد انا لاعب اكيد يبقى عندي وعي من الفكر اللي انا لا الناس دي واقفة في صفنا الناس دي بتحبين انا الناس دي انا بلعب باسمها هي والناس دي هي او الناس هترفعك لفوق يوم ما تلاقي نفسك مرة تانية او ترجع لمستوىك المعروف عنك مرة تانية وكمان يا استاذ احمد الناس دي الجماهير النادي الاهلي جماهير وعية وفاهمة الناس دي مش بتجرح انا اه لازم انقض استاذ احمد او ينقض عفروف الناس اللي بتجرح والناس اللي بتخرج عن النص والناس اللي بتحول عملية النقد وهو حق مشروع لجمهوره بيحب وعاشق للكيان لا اهانة او الاجتيمة الناس دي مش في الحزبان ومش في الاعتبار ولا نعتبرها جزء من جماهير نادي الاهلي احنا بنتكلم عن نادي القرن وجماهير نادي القرن لابد انها طليق بتاريخه وطليق ببطولاته وطليق باسماءه وبرموزه دول برا الاعتبار خالص دول يعني مش في الحزبان انا بتكلم عن ناس اللي هي بتديك طاقة صلبية لا انت الناس دي معلش يعني انا ما اسمعش للناس دي خالص وفيه ناس بتطلع في الاعلام بتديك بتوصل لك رسائل باسم الجماهير لا انت انا لاعب مركز في الشغل بتاعي راجل عايز ااخد دورة ابطال افريكية راجل عايز اعمل تاريخ لنفسي وللنادي بتاعي فاكيد لازم كل لاعب يبقى عنده وعي اللي هو بيلعب في نادي رقم واحد في افريكيا والوطن العربي طيب هكلمك عن النسخة دي وبتشوفها ازاي مختلفة عن النسخة اللي فاتت اللي حقنا فيها النجمة التسعة بس بعد مروح لفصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا النهاردة فسا دي سا كابتن عفروتو اهلا بحضراتكم مرة تانية يعني انا عشان وقتي بقى حاول اجري شوية في الاسئلة مع كابتن عفروتو اللي برحب ليه طبعا مرة تانية اضيفها لنا فسا دي سا كنا نتكلم في نقطة في منتها الاهمية في اثناء الفصل نقطة التدوير فكرة انه الموسم فكرة تلاحم المواسم وفكرة انه لأصعب لم يأتي بعد يعني السيزن ده مفترض انه هيمتد وانه اللي جاي فيه اصعب بكتير جدا من اللي ابتدناه محتاج شوية فكرة انه العيبة ترتاح وانه العيبة اللي في القايمة كلها تبقى رجلها في الملعب بحيث انه كله يبقى قادر ياخد نفسه على أقل تأديرها كابتن عفروت صح يا أستاذ أحمد احنا ابتدنا برضو فأولي حالة قلتلي كلمت ساعد وكلمتش النوع في الموضوع ده اللي هو لازم هما من كابتن الفرق أو ليهم دور كبير أو يتكلمهم مع المدير الفني بشكل المصلحة العامة يعني فيه لعيبة اللي هي لازم تريح تريح لاني استهلكت المغزون البدني عندهم خلاص احنا بشر زي ما قلت لحضرتك يا أستاذ أحمد فلازم لنا فيه لعيبة لازم نريحها وفيه لعيبة تانية لازم ندخلها وفيه أنا عايز أكسب اللعيب بتاعه على المدى البعيد لأنه انت الدوري بتاعك لسه انت لما الدورة هيبقى فيه ضغط دوري والمتشاط وربع ده كل ثلاثة ولكن ما بقى فيه صراع هبوط ويبقى فيه صراع قمة والمتشاط هتبقى مصرية طبعا يبقى الموضوع صعب يبقى أنا أحتاج كل لعب فأنا لازم زي ما قلت لحضرتك في أثناء الفاصل لازم فيه لعيبة لازم تريح فيه مطشاط في الدوري لازم فيه لعيبة كتير لازم مش عايزة تشارك صحيح وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله لما إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله ونتأهل لربع النهائي ونص النهائي إن شاء الله بإذن الله هنطلع بقى من زنقة دوري المجموعات للعتاولة يعني إحنا شايفين أنا بتفرج على كتير من مطشاط دوري أبطال مش بس مطشاط الأهلي لا إنها السنة دي النسخة دي فرقة كتير سنة سنانها يعني الوداد بيقدم الوداد علامة كاملة داد السنة دي أنا شوفت الفرقة بتاعته فرقة محترمة جدا غير بيقدم أداء غير اللي شوفناه في النسخة الأخيرة التراجي أيوب الكعبي متقلق إضافة كبيرة جدا لفرقة الوداد المغربي سنداونز موجود مازين بتراجي كله طمعان يا أستاذ أحمد كله طمعان كله نفسه اللي هو بقى أنا نفسه روح اليابان كله عنده طمع طبعا بقى زي فتحت نفس الأفارق بصحة 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 ده طبيعي صح طيب خليني خليني روح مع حضرتك يعني عشان برضو ندي الجماهير حقها اخترنا يعني شوية أسئلة عشان وقتنا مش هنقدر نعرف كل أسئلة أحمد علي بيسألك أين أنت الآن يعرفته من كرة القدم أنا إن شاء الله يا أحمد بإذن الله عندي عرضي كويس إن شاء الله خارجي بإذن الله بعد رمضان فإن شاء الله دعي لي اللي هي التم على خير إن شاء الله إن شاء الله برا مصر آه إن شاء الله فين اللي مرأت بإذن الله بإذن الله رباني يوفقك إن شاء الله آه هاني هاني محمد دعشوش آه توربيني الأحمر نادي الأهلي البرج العالي صاحب توكيل مكينات الأهلوية بشاهدت ضمان على مية ختم النصر تمام يا هاني عايش طيب آه في حد بسألك الهايثم أبو الخاصم بسألك هل الأهلي محتاج صنع ألعاب ومهاجمين أو مهاجم وجناحين لا كتير قوي كده يعني نص فرقة لا إحنا بس عايزين اللي إحنا موضوع التدوير يشتغل بحيث اللي إحنا يبقى عندنا اللعبة كلها جاهزة بس هي النقطة دي بس تقول لي وإحنا كان في فصل كان نفسك بواليا ياخد مطش الإسماعيلي الإسماعيلي أدي له السكة خلاص مكتنع بواليا هنت مكتنع بي وعايزه يبجون آآ هيدل له السكة فمطش الإسماعيل أنا لو المدير الفاقه ألعبه أقول أهدل له السكة يعني أكلمه نفسيا أقول له معنى اللي إنت بتوصل آآ معنى اللي إنت كويس آآ التوفيق مش مش إنت مش موفق مثلا في الفرص بتاعتك بس أنا أدينه مطش الإسماعيلي يعني أنا عايز يبقى رجله في الملعب يمكن معنى اللي أنا لعبه مطش وأطلعه مطش وأسيبه فهو حتى هيبقى فيه تزبزه بما بينه وما بين نفسه وإن غاب واليا بس أنا بشوف برضو المطشين يعني من الحاجات المكاسب المكاسب دائما ما فيش نص كباية فاضي معهوش نص كباية مليانة أنا بشوف إنه المطشين الأخرانيين آآ نزول آآ ماروان وشريف في مطش فيتا كلاب وإن الاتنين ينزلوا يسجلوا وماروان يعمل أسيست في مطش الإسماعيلي وصلاح يسجل في مطش الإسماعيلي أنا بيتهايلي برضو حاجة كويسة قبل مطش فيتا كلاب يعني يعني إلى حد ما تدي اللعيبة كده آآ جارة أكسوجين طبعا يعني عندك صلاح وماروان اللي اتنين عندهم ثقة وعندهم حافز قوي أول اللي أم يعملوا حاجة إن شاء الله في المباراة القادمة فدي حاجة زي ما كنا بنتكلمة وأستاذ أحمد مسألة التدوير طيب يعني الأهلي مش محتاج صانع علعب صانع علعب لأ إحنا عندنا أفشة مش محتاج مهاجم أنا بقى أرد على سؤالها هيسة مش محتاج مهاجم مش محتاج جنحين لأ مش محتاج لأ عندنا أفشة وماصر ماهر وماروان وباليا وصلاح محسن بلعب الحتة دي وعندنا طاهر كمان كان في المقولين بلعب الحتة لو تقدر توصل رسالة ده نجلاء فتحي لو تقدر توصل رسالة اللعيبة قبل المطش تحب تقول لهم إيه هقول لهم إحنا واسكين فيكو واسكين الأمور دي عدت عليكو كتير قوي فإحنا واسكين فيكو إن شاء الله اللي أنتو ترجعوا إن شاء الله بانتصار والانتصار اللي أنتو هترجعوا بيه دوت هيريحكو في المطشين اللي جايين آه يعني أنا من أحمد بسالة من أحمد تاني يعني هي مش عارف أنا تتفق تختلف معي أنا هقرهولك برضو السبع سنين العجاف اللي مر بيهم الأهلي كان بسبب الجيل اللي أنت كنت واحد منهم لإن حلقة الرابط بين الجيلين فقدناها ممكن تفس الكلام ده صحيح ولا لا أهلاوي أنا والفخر لإيه لأ بدليل اللي إحنا آه هو تواصل الأجيال لازم يبقى موجود ولكن أنت 2013 مع كابتن محمد يوسف خدت أفريقيا تقريبا 2013 آه 2013 خدت أفريقيا مع كابتن محمد يوسف كان معه بردوك لعبة صغيرة Ettريزيجي رمضان صبحي وإنت عندك نسختين أفريقيا ينتواصل فيهم النهائي وده إنجاز برضو يحسب لك اه كنت برضو الجايب عناصر كان ميدو جابر وفي كونفدرالية اعتقد كونفدرالية اه كونفدرالية الفين واربعتاشر دول بالنسبة للاهلي يعني يعني بالنسبة للاهلي اه يعني فاكيد يعني لازما سؤال اخير ايه رأيك في مستوى الاهلي مع موسيماني لا اه مستوى رائع بصراحة الراجل بجد يعني كل اللعيبة اللي بتلعب بتلعب في الاطار الجماعي فدي حاجة تتحسب له هو كمدير فني وبقول لي الناس المدير الفني بيبقى الموضوع بياخد شغل كبير اوه على مدار الاسبوع موضوع تاكتك وموضوع حاجات كتير اوه المدير الفني بيقوم بيها فالناس ما بتاخدش بلاء من كده الناس بتاخد بلاء بس ايه الماضش البس المباشر اللي قدامنا نتيجة المباراة اه بس يمكن الموضوع بيبقى صعب اوه طبعا طبعا بشكرك شكرا جزيلا شرفت وانوارت في سدسة كابتن عفروط انا شرف لي اللي مع حضرتك وشرف لي اللي انا في بيتي ومتشرف ودايما ناجح كده ومتقلك يا رب اهلا وسهلا بيك في كل وقت في اي وقت واشكر حضرتكم على المتابعة التوفيق لرجالة الاهلي ان شاء الله قدها وقدود وان شاء الله نقابل حضرتكم بعد المباراة يوم الاربع القادم تحياتي لكل جماهير الاهلي بتابع حلقة سادسة النهار